مضاع حق وراءه بطالب انا مبرح ذاعة لحضراتكم الفيديو اللي كان جاي لنا بناء على شكوى من اهلينا من سكان مارينة الفيديو اللي اثار دجة مش بس بسبب اللي احنا اذعناه لا كمان على مواقع التواصل الاجتماعي بقاله يومين عامل دجة كبيرة جدا بسبب احدى الحفلات اللي معمولة في احد الشواطئ الخاصة المستأجرة في مارينة وده الفيديو اللي انا عرضت لكم بارح وطبعا الفيديو زي ما انتم شايفين فيه زحام وفيه تكدس وقادي الولاد والبنات في الشاطئ اللي هو في بتاع الحمام الصغير اللي سمح اللي بيسموه الباف فوم اللي هو بيملوه مية ورغوة صابون ويقعدوا يلعبوا بتاعوا الكلام الفاضي اللي بيحصل ده اضافة بقى الى التكدسات والترقصات والحاجات اللي بجعبه شي بقى عشان يعني ربنا عافينا كويس ومرة تانية قبل ما اقول لحضراتكم ردود الافعالية مرة تانية انا والله مش بغلس ومش عايز الناس تكتائب وفيه ناس كلموني ببالع دولي هتامر حرام عليك ده خلاص فاضل اسبوعين ولا اتنين ويك اند بس على الساحل والصيف وبتاع وبعد كده هنرجع للشاء والجامعات والمدارس وبتاع هو انا مش بني ادم مش بني ادم زيكم ما انا بني ادم وعايزة صيف وعايزة تفسح وعايزة روح بحر وعايزة انبسط بس هو انا لازم اعمل ده بالشكل ده هو مفيش وسط يعني لازم اروح البحر فلازم يبقى فيه دي جي ابن فضيعة بيعمل ترابط تيخ تيخ لحد بآخر واحد في العالمين النحة التانية يبقى سامع ومصدع لازم ولازم يبقى كل هذا العدد جوه المساحة الصغيرة دي في الشاطئ الخاص لازم ولازم نعمل البتاع اللي هو البث فوم ده الحمام الصغير اللي كله بينزل يزافلط فيه اللي هو اعلن الرغوة فيها زفلطة يزافلط فيه وبتاع ده لازم طب هو كل ده لازم يحصل في ظل ان الكورونا لسه مشرفانة مش فيه اجراءات وقاية وفيه اجراءات تباعد وفيه كمامات وفيه مطهرات وفيه قرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا بتاعت المجلس الوزراء اللي الحد النهاردة منع الحفلات ومنع الاختلاطات ومنع الشواطئ انا كل كلامي انه يا جماعة تعالوا نطبق القانون هيا بنا الى القانون فقط لا غير لانا عايز الطف ولا عايز اغلس لانا عايز اكشر ولا عايز اتحك انا عايز القانون يتطبق بس حد حيزعل مني ان القانون يتطبق هو حر بقى ساعتا مالوش عاجة عندي عشان فيه ناس غريبة جدا خليموني ينبالعوني يتبع الحرم عليك والعيال تنبسط يا جماعة هو انت عشان عيالك تنبسط هتنبسط انت كوالية امر انه يرجع لك لمؤاخذة شايل الكورونا ولما يرؤد وتبقى على شافة ان انت تفقده هتبقى فرحان ولما يرجع ينقل العدوى للبيت كله هتبقى فرحان يا جماعة ليه ما واحدة واحدة هو احنا يا اما من قمة الكاب اثناء الحظر بتاع كورونا يا اما قمة السدحمة دا ما همدكوش وسط واحدة 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 هيجي يا عم ولو خلص الصيف دا كله احمده ربنا وبصوا ايديك وشه دا ان احنا لسه عايشين يعني لو خلص الصيف دا من غير ما نصيف ولا نتزفلت ولا نعمل ولا بتاع نحمد ربنا حمدا كثيرا وشكرا وفيرا انه الصيف خلص وكورونا قربت ان شاء الله تخلص واحنا لسه على قيد الحياة لان فيه غيرنا فيه غيرنا دلوقتي في القبور بسبب كورونا وفتكروا الفنانة العظيمة رجاء الجداوي رحمة الله عليها فيه ناس غيرنا ماتوا وفيه ناس غيرنا دلوقتي في المستشفيات مش عارفين ياخدوا نفسهم فاحمدوا ربنا انتوا قفين على رجلكوا وبصحتكوا بلاش بقى نعمل الحاجات التي تؤدي الى التهلكة مش ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة بقى دي تهلكة كده كتير كده كتير كده كتير 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 يا جبعة فانا كلامي فانا كلامي ببساطة وردود الافعال اللي جات انه تواصل معايا ناس من الجهاز بتعمرينا وقالوا احنا هنراجع العقود وحنراجع الديلز او العروض اللي احنا عملينها مع اصحاب الشواطئ الخاصة وحنشوف مدى التزامهم من عدم وابتاع وبالتالي هناخد القرارة وده كلام بحطة